اخر حاجة الاسمار العزري. اخر حاجة الاسمار العزري. اخر حاجة الاسمار العزري. احنا قلنا هو تكوين ثمار. الاسمار العزري هو تكوين ثمار. ثمار بدون ايه بدون بزور. لانها تتكون بدون عملية الاخصاب. بدون عملية الاخصاب. وهو لا يعتبر تكاسر. الاسمار العزري. انواعه فيه طبيعي وفيه صناعي. الطبيعي زي في الموز والاناناس والصناع يتم باحد الطريقتين. اول طريقة عندنا رش المياسم الميسم اللي هو بتاع الظهرة بخلاصة حبوب اللقاح. رش المياسم بخلاصة حبوب اللقاح. بتكون حبوب اللقاح مطحونة في الاثير الكحولي. حبوب اللقاح مطحونة في الاثير الكحولي لتزيبه لتزيبه وبعدين بنرشها على المبيض لتكويق فتكون لنا الثمرة. بعد كده النوع الثاني غير رش المياسم استخدام استخدام الاندول او النفاثول او النفاثول حبن الخليك. الاندول او نفاثول حبن الخليك. فالاتنين دول بيحصلوا ايه بتخلي لتنبيه المبيض لتكوين لتنبيه المبيض لتكوين الثمرة. هنا طبعا احنا في الاول رش المياسم بخلاصة حبوب اللقاح حبوب اللقاح مطحونة في الاثير الكحولي في الاثير الكحولي لتنبيه المبيض لتكوين الثمرة. وهنا استلام الاندول طريقة تانية او استخدام الاندول او النفاثول الحامل يخليك لتنبيه المبيض لتكوين الثمرة مقارنة بين الاثمار العزري والتولد البكري. الاثمار العزري يحدث في النبات بينما التولد البكري يحدث في الحيوان. الاثمار العزري هو قدرة المبيض على تكوين ثمرة بدون بزور التولد البكري هو قدرة البوايضة في على النمو لتكوين فرد جديد لتكوين فرد جديد بدون اخصاب بدون اخصاب من المشيج الزكري. لان ما هنا قدرة المبيض على تكوين طمرة بدون بذول لانها تتكون بدون عملية اخصاب. اثنين. الاثمار العذري لا يعتبر تكاثر. هنا التولد البكري يعتبر نوع خاص من التكاثر اللا جنسي. التكاثر اللا جنسي. الاربعة. يتم طبيعي الاثمار العذري في الموز والانناس. هنا يتم طبيعي اللي هو التولد البكري. كما في حشرة المن ونحل العسل ونحل ايه? ونحل العسل. بعد كده هنا الاثمار العذري يتم صناعي برش المياسم بخلاصة حبوب او باستخدام اندول او نافثه الحامض الخليك لتنبيه المبيض لتكوين الثمرة. هنا الصناعي بتنشيط البويضات بتنشيط الصناعي هنا بتنشيط البويضات تنشيط البويضات بواسطة تعويضها تعريضها تعريضها لصدمة حرارية او كهربائية او للاشعاع او لبعض الاملاح او للرج او للوخز بالابر يعني ستعجات كما في الضفضعة ونجم البحر او باستخدام منشيطات مماثلة لتكوين اجنة مبكرة لتكوين اجنة مبكرة خاصة مأجنة مبكرة من بويضاتها كما في الارنب كما في الارنب الى هنا تخلصنا التقاثر في النبات وان شاء الله هنبدأ الترسي الجاي التقاثر في الانسان تنسوا اشتفى على الجرش وتشاركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته